توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 299 قضية تمونية بمضبوطات قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 26 طن السلع غذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 11 طن ونصف الطن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وسكر تموني كما تم ضبط 358 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 62 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات